نائب رئيس الأركان المشتركة يتسلم مهامه رسميا في تفاصيل هذا الخبر تورد صحيفة سلم الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد أمس مهامه رسميا نائبا لرئيس الأركان المشتركة خلفا للفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله الذي تم تعينه وزيرا للدولة بوزارة الدفاع وذلك وفقا لمراسم وإجراءات التسليم والتسلم التي اكتملت بينهما صباح يوم أمس